سانا هي واحدة البنت اللي اعطاءها الله سبحانه وتعالى واحدة الجمال وواحدة الحسن في الخلقة ديالها هاد الجمال بدا فيها من الصغر وقدمتها تكبر مع هاد الجمال ديالها سانا ماشي شي واحدة اللي قاريا زيان ولكن شدات شهادة ديال البكالوريا ودار التخصص اللي غادي تخدم فيه واللي اختارته واللي هو تكون مضيفة في الطيارة او تخدم في الطيارة هدا هو الحلم ديالها منذ ان كانت صغيرة ومشات مع الحلم ديالها ودفزت معه تحققته واللي غادي وقع من البعد ما شدات ديبلوم ديالها في هالتخصص اللي تبعث ونجحت فيه غادي تخدم في الطيارة مضيفة ديال الطيارة وغادي تبقى تسافر من بلاد لبلاد ومن دولة لدولة ومن مدينة للمدينة وفي هاد السفرية ديالها غادي تتعرف على رشيد اللي هو رجل اعمال وعنده الخير والخمير وكذلك رجل مزوج عنده لذاته ولكن من اللي شاف سنة وهو يتغرم بها وهو يتحلها وكي يبغيها وكي يحبها ولكن من قدرش تزوج بها حيث هو مزوج وعنده ولاده كبار وبغاها تكون العشيقة دياله او صاحبته مقابل انه يتظل فيها المادية وهذا الشيء وفقت عليها رشيدا وهنا او سنة وهنا رشيد اول ما غادي يدير غادي يشري لها بارتما والطموبيل وغادي يقول لها هاد البارتما غادي تكون عندك في هاد المدينة الساحلية باش نفقى نجي عندك انا وقت ما بغيت نطلقه في ها وقت ما بغينا هاد الشيء بالفعل هو اللي كان وهو عنده الساروش ديال هاد البارتما سنة واحد لمرة شدت لكونجي ديالها ووجات البارتما ديالها اللي شرى لها صاحبها رشيد وقلسات فيها هي وصاحبتها امينة تيخرجو تيدورو تيدووزو الحياة ديالهم كيف ما بغاو واحد الليلة غادي يسكروا اي ميناء ورشيد او وسناء ولكن في الصباح غادي يتلقوا مقتولين والقراعي والقنينة ديال الشراب مليوحين والجوتات ديالهم في الظهر والباب محلول وغادي يجيو البوليس وغادي بقى التساؤل شنو وقاع في هذه القاضية من اللي يجيو البوليس وداروا البحث ديالهم والتحريات ديالهم وهزوا البصامات غادي تصلوا ان حتى شي بصمة جنبية ما كاينة في الدار من غير البصمة ديال اللي 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 على الكيسان وعلى القراعي ثم غادي داول البحث ديالهم غادي يعمقوه بناء على تعليمات واوامر سيد الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف المختصة وبالفعل غادي تم تعميق الباحث ابتداءا من العساس ديال العمارة اللي فيها او ديال اللي قام اللي فيها بارتما ديال السناء في اللي اللي غادي يحاولي تهرب ولكن العساس غادي يقول لهم بكل شي شكاين يقول لهم بهانا راشداء وصاحبتها اللي اللي قتلها معاها هما اللي كاينين هادليان في البارتما ولكن راه البارتما خادي السناء كيجي عندها واحد الراجل عنده طموبيل كدا وكدا من نوع كدا وكدا الرقم ديالها كدا وكدا واسمته راشد قلوا هاش بقي ديك اتعرف عليه او هاش بقي ديك اتعرف عليه قل لي هوم را كان ديك اللي الى هنا ولكن راه يالله واحد الساعة وخرج وخرج طموبيل دياله بسرعة ومشاءه هنا بناء على الرقم ديال طموبيل اللي اعطاهم العساس غادي اتصلوا لراشيد وغادي يجيبوه وغادي يبدوه مع هال البحث من اللوله جديد وغادي يصرح لهم بدك الشي اللي قلت لكم من اللول ولكن نهاية هي هادي راشيد مبقاتش صاحب توسانة كتجاوبهم زيان ومبقاتش كتجاوب معهم زيان وهات شي خلاه كيشك فيها تبعها وعود تبعها ولقاها ما كتمشي مع حتى واحد من غير صاحبتها امينة قرر تبعهم وفعلا تبعهم كيقلقهم غير ببحدهم كيقلسوا وببحدهم كييدخلوه تاي خرجوه وتاي ضروه وتاي يمشيوا البلايس غير ببحدهم هاد الليلة تبعهم حتى دخلوا للدار من بعد ما تقضوا داك الشي اللي غادي تقضوا ووصلت واحد لو قيته بالليل غادي يدخل عليهم وغادي يلقاهم في الفراش بيناتهم بجوج كييديروا داك الشي هنا رشيد طلع عليه دم وكحا وتني رفا وغوت على صاحبه سانا قاكي غوت عليها وهي كاترد عليه وهدك التشاحن ولكلام الخيب بنتهم خلاه يضرب سانا بواحد صرفيقة رجعت تضربه ووجه يلوحها وضرب راسها مع الحيط وفي البلاسها مت ولانا امينة شهدت على القضية فاشدها وضربها بلموس وهنا رجع لتأكد انه قتل مينة رجع دوز على صاحبه سانا وخرج من الطار من بعد ما دور مع العساس رشيد بدل اعتراف غادي تقدمه من السيد الوكيل العام اللي غادي استنطقه وقرر ايداع دياله في السيجن وإحالة الميلة في دياله على السيد قاضي التحقيق بغية تحقيق الاعدادي معاه وبالفعل تم هات التحقيق وتقدم رشيد امام المحكمة وداست جلسات المحكمة وتحجات القضية للحكم والتحكم عليه بالمؤباد هنا غادي استفدوم جموعة من دروس العبار نخليكم انتم تستخرجوها اتمنى تعجبكم القصة المفكر المغربي يحييكم يضرب لكم موعدا قريبا باذن الله ويشكركم على حسن المتابعة والاصغة ويتمنى منكم المشاركة في القناة ودعمها وكذلك اشكر جميع المشتركين والمشتركات والداعمين والداعمات للقناة واتمنى لكم اوقات طيبة في كل مكان الى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته